اليوم سأعطيك واحد سر بشكل ناجح في حياتك ميقبل تقابونا اليك تسعين عام وما شاء الله عليها الحياوية والنشاط ما كانش بحاله ذاك المرة كنت في صبانيا على ود الخدمة ودخلت واحد الغيستوغو يتبلي واحد طبلة ما كلها عريدة وعمرة بالناس الحفايد والولاد وشير بعين للناس وانا بشعين سر باكت الله يخليك هذا كشعر سادة ديرين وجيين حجفلوا بشعر كليل ورا واحد تسيدة عملاس تسعين عام وره كل عام تزيزها وره كتل عيد منها ومنين لتسعين عام قلت لي انا كنت سعيدة مسكينة في شيش اليار واحد تزيزها موبيلاتي وغيد كنت سعيدة الوضنين حتى ان تصنط ممتغوشة لقد نرى شخص سادة وانا نشاهد سيدة ماشاء الله عليها داخلها وقالتها ناشطة الشعر مصيب الماكياج مديور الضفار مقادين اللباس متوّل قلت بالله هل نحن لديه و أين نحن لديه أقول الشريفة يجب عليك أن تسمحي لي أنا عفتك لديك أحد الحفلة ولكن أريد أن أعطي 5 دقائق من نقطة قلت لي أول شيء بعد عدمي للتعين ثاني شيء أنا كان لديه الكوتشينج والناس الذين بحالك هكذا أنا لم أتنطلقها معهم لكي أقصيهم كيف نوسرهم كيف نوسر ذلك الشريفة قلت لي أول شيء أول شيء أنا كل نهار سأضحك لذلك الناس الذين يتعلي فيها هم ناشطين وضحكين بحثتك عباسة و تولمك لماذا يقرب مني قلت لي يا سلام قلت لي قلت لي السر لدي السر سأضحك لدي الساعة لدي السباح أكثر من 50 عام أنا أضحك يشتا 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 قلت لي ما شاء الله عليك قلت لي ما يخرج لديك سر أخر قلت لي قلت لي كالحلم قلت لي كالحلم لا تقاض كل عام أريد أن أحقق كل عام لدي أهداف أريد أن أضحك قلت لي معلوم لا يوجد الكثير أريد أن أسافر أريد أن أقوم هنا أريد أن أشري أريد أن أفعل أريد أن أترك أريد أن أكون مرة أخرى قلت لي أن أصبح أريد أن أصبح أريد أن أفعل هل لو كان أن أصبح مبينة أريد أن أظهر أو أن أصبح أمر مستقل ومسيخ هذا باركة باركة لذا إذا تسنت الناس وتصني التلبية لا تسنت الأحلام لا تتطور رأسك بالناس الذين ناشطين ويمكن لا تتلقى القدوة وإلى فرصة لكي تدير سبغ ما أريد أن أقول لك في هذا الفيديو إذا هذه السيدة لديها 90 عام و الحمد لله بصحيحها و بودينتها و بفمها و بطاقتها و بالحياوية يمكن أن تديرها ماذا يريد أن تدير؟ تحبس لا تسنت الناس كبرتي شرفتي أو تحاول على رأسكرة أو تحاول على رأسكرة رجل في المقابر هذا هو السر الذي يريد شيئا يقفض على كميماته و يمشي الأهداف و يمشي الحلم و يمشي العيب تأخر المطاف تعيش بكل شيء بالضحك والتفلية والحواج والصفر والأهداف والحلم و الذي لا يعجبه الحال شيء جيد يجب أن يمشي و يمشي و يشربه المهم الذي تريد أن تعرفه لديك حياة واحدة إما ستعيشها مضعضع أو إما ستعيشها بطنسيال جيل كامل و الاختيار سيبقى غير لك كانت معكم نايد راشاد التي تجعلك تزيد القدام و ساعة ساعة بشي كود بيه مهم هذا هو الله يحفظكم شكرا